أذو شهدت الانتخابات التشريعية الفرنسية فوز اليسار في جل أقليم وراء البحار مع إعادة انتخاب معظم النواب المتحالفين ضمن ما يعرف بالجبهة الشعبية الجديدة وأعيد انتخاب النواب اليساريين المنتهية ولايتهم في الدوائر الانتخابية الأربعة في جوادلوب كما أعيد انتخاب النائبين المنتهية ولايتهما عن غويانا والمدعومين من الجبهة الشعبية الجديدة وحقق النائب المنتهي ولايته جون فليب نيلور من الجبهة الشعبية الجديدة فوزا ساحقا على منافسه في حزب التجمع الوطني كما تحصل النائبان عن الجبهة الشعبية الجديدة المنتهية ولايتهما جيوفاني وليام ومارسي ليناندو على عدد كبير من الأصوات